موسيقى بالنسبة للاستقبال كان استقبال زوين وارتاحت لأطيباء كلهم وتعاونوا معي بزاف وبالنسبة اليوم انا كنشكرهم بزاف حيث تعاونوا معي وكيشجعوني بالعكس كيقولوا لي كلام زوين باش نزيد انا للقدام وكنشكرهم بزاف حيث حاسين بيا ومدام انني غنقول هاد الكلمات دي كان اعتبرها قليلة فحقهم بزاف وكنش نشكر الاطباء كلهم شفت طبيب ديال الجلد هاد اللي تطواج وقال لي انني ما عندي تشي حاجة يعني غير حاساسية وعطاني غنضير بومادة باش انني غنضيرها من الصباح واشية باش انني يتهدن علي هاد الحرق هذا وداروا لي التحاليل باشي لكن عندي شي مرض والحمد لله خرج التحاليل قال لي انني ما عندي ما عندي تشي حاجة فاجعني انني ما عندي تشي حاجة ليا خاطرة والحمد لله وشفت طبيب ديال توليد وقال لي ما عندك تشي حاجة الحمد لله انا كنحاول ننسى حيث انتم ما واقفين معايا ووالدي دي والاصدقاء دي ولي كيشجعوني يعني ما كيقولوش لي تفكر اذاك شي بالعكس نسي وشوفي المستقبل مادم انني انتم ما واقفين معايا وعونتوني وسنتوني يعني كنت منام الله شي حاجة ليا زوينة وكن حاول نسى ديالشي اللي وقالي وعندي امل انني نولي ان شاء الله صحافية في الاول الوالدين دي واللي كانوا محطمين ولكن الحمد لله انني رجعت ليهم مرة اخرى وضحكت معهم وعيت معهم الحمد لله تزوجوا عفوا تجاوزوا ديالمرحلة ديال الخطر والحمد لله دابا الحمد لله كانت من هذا الشي ما بقىش يوقع نهائيا و اي بنت يخرج يكون احترام حيث يكسر عاد شي ديال التحارش الجنسي بزاف اني كتخرج دري ما كيكونش احترام كانت من هذا الشي يتحد في اسرع وقت ويكون احترام ويدخل القانون البلد يعني احنا بلد عياد في منطقة صغيرة بزاف يعني كيوقعوا فيها شي حواج لي خيبة بزاف كانت مني تحددك الشي وكنت منهم الله انهم يخط فيهم هذوك الحق ويرجع لي انا حقي يعني الحقي ما غديش نسمح فيهم طبيعة الحال حيث انا تحقرت شو دريا باقي عندي امال وباقي عندي مصقبال وكان وين قراء كان وين فرح وريديا والله يخط فيهم الحقي حيث انا ما ظلمت شي واحد بكالي دريا شي هاجارا غي يخط الحق وحاجة اخرى بنسبة العائلة ديالهم كيقولوا هدرات ماشي معقول كيقولوا را انتيا اللي كتخرجين والديك اللي كيحرشوك بالعكس والدييا كينهوني على نصلي ونقرأ وحاجة زوينة بالنسبة للعائلة ديالي كتشجعني بساف باش انني نقرأ ونجتهد ونكون في المصقب الشي حاجة لي يزوينا بالنسبة للعائلة ديال دوك المجرمين كنقول لمراء ولادكم اللي داروا هادشي ومعتار فين بيه وانا ما درت حاجة ومدم انه وطر لياتشير انا ما غديش نتخلى على الحق ديالي وهمار كيقولوا شي هدرات لي بالنسبة للناس هدولي كيهدروا عليا وكيقولوا هدرات خيبير هي كديري كدير بالعكس انا ما كان عارفهم ش نهائيا ومتاهم ما عمرني مشتوم كيقولوا عليا هدرات كان قولوا محشوم عليكم بزاف والعكس خصكم تعاون معايا حيث انا خصكم هادشي يوقع لي قدر يوقع اختك بنتك كانت من هادشي يتفادى والعائلات ما بقوش يقولوا هاد الهدرات خصهم يتعاون معايا ويحسوا بيه حيث ولادهم وما معتارفين هما معتارفين بادشي هذا هما يعني وحوشا يعني ما عندهمش الاحساس نهائيا موسيقى موسيقى موسيقى